محمد جمال جهز بحالاته وأشعاره وأغانيه عن مصطفى شبير بس ده بس يا جيمي نجاهزين أو ناية إدنه ها يستهل طبعا يستهل يعني هو بعيد عن كل المرضو مصطفى شبير طبعا مصطفى شبير ما يقدمه من أداء ما يقدمه تكلمت عنه باستفادها الكريم في الإنترو الكبات كانت محمد صبحي كان بتكلم عليه في الفقرة الأولى اللي عايز أقوله أنه أحيانا قبل بس أروح للحالة أحيانا بيكون الحارس بيشتغل على نفسه بيشتغل كتير لكن فيه جزء جيني فيه موهبة الموهبة دي بتاعت ربنا فيه حارس مصنوع وفيه حارس موهوب فالناس دايما كانت بتحط سترس جامد على مصطفى شبير بسبب أنه والده أحمد شبير حارس مرمى منتخب مصر سنين حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم وحارس مرمى النادي الأهلي وكابتل النادي الأهلي لكن تعالي نشوف مصطفى شبير استفاد إيه من أحمد شبير قدم مباراة كبيرة قوي لكن أحمد شبير ومصطفى شبير هوريك الريفليكس بتاع حركة الإيد نفس حركة الإيد الخروج في الانفراضات نفس الشكل ونفس التكنيك الرجل بيشتغل على نفسه طبعا مليون في المية وأنا هنا من حلقتين قلت أن غير ما كابتن شبير يزعل مصطفى أحسن من بابا لكن في النهاية أنا بكلمك على أنه الرجل واخب منه جينات عاملة زي طبيعي واخب منه موهبة فبعض الحاجات مهمة يشتغل بتكنيك مختلف مع مدرب مختلف في وقت التدريب فيه والتكنيكاليس بتاع حراس المربة اختلفت تماما تعالي نروح لحالات الماتش والشكل والخروج بتاع مصطفى وابعده وتركيزه في المباراة وبعدين هروح لك للحالتين التانية يلا طبعا فاول حطه عبر حمان بشكل ممتاز لكن الكرة شوية كانت في المتناول كانت منتصة في المربة تعامل معها مصطفى بشكل ممتاز وابعدها على جنب تصدي مثالي وان كان ما كانوا برضو كويس لشان هو برضو الكرة جاي من وراء الحيط اللي بعديها اصعب انفراد صعب جدا 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 هنا انا جبت لك الرفلكس ركز على ايد مصطفى اصعب كرة على حارس المرمى دايما ارجع شوية ارجع 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 وابينزل الكرة يا كريم اللي ايده اللي ايده بعيدة عن الارض والكرة قريبة والكرة قريبة جدا من جسمه قبل ما يصدها على طول بص بص يا كريم اصعب كرة على حارس المرمى بص هنا هنا النزول بالايد في المنطقة دي شبه مستحيل لان المسافة ما بين مكان الكرة وما بين رجل مصطفى شوبير اقل من يارض صعب جدا انه ينزل بالشكل دا بالسرعة دي اللي بعد لان اجيب لك الشكل التاني بتاع فردت الايد العكسية والتصدي بايد العكسية على الارض في اخر كرة في المباراة اللي بعد ماشي اللي بعد على طول كرة دي الخروج في الانفراد وركز دانا في الخروج في الانفراد بص 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 النزول برجليه وصدره قدامه علشان يعمل حركة النجمة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت والشكل بتاع التصدي للانفراد روح للبعد